قال محافظ القاهرة خالد عبد العال أن مشروع كايرو بايك الذي تنفرد به المحافظة يأتي متواكبا مع قيم مصر بالاستعدادات لاستضافة قمة المناخ كوب 27 وخلال لقائه مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة تساعده على هذا